سبع تسريبات جديدة عن iOS 17 التحديث هيتم الإعلان عنه في شهر 6 القادم وهينزل رسمه في شهر 9 مع الآيفون الجديد وأول تسريب إن الجزء اللي تحت ده مش هيبقى مكتصر على التطبيقات وبس ده هتقدر تحطه في الطاقس ومعلومات البطارية وحاجات تانية كتير تاني تسريب إنك أخيرا هتقدر تقفل جميع التطبيقات بالبصمة بطريقة سهلة جدا تالت تسريب إن الآيفون مش هتقفل إلا بالبصمة ودي حاجة مهمة جدا عشان السرقة رابع تسريب هتقدر تفل التطبيقات في الخلفية دفع واحدة وخمس تسريب ويتغيير مكان الإيموشنز في الكوبورد سدس تسريب هو تغيير شكل الإشعارات في الليكو سكرين وسبح حاجة تغييرات كبيرة جدا في الكنترول سنتر واحتمال كبير يتم أعادة تصميم شكل تطبيقات قبل في الهوم سكرين وبس كده ما تنسوش تعملوا لايك وفولوا لو مهتمين بمحتوى قبل